تمتلك الفنانة بلقيس ملامح عربية بعينين واسعتين وصمر جدابة تناسب جميع أنواع المكياج وهذا ما يجعلها تتنوع في إطلالتها بأشكال مختلفة هذا من رسمة الآيلينر أو ظلال العيون وبين الجريء والمجنون والهادئ حسب المناسبة وأيضا حسب نوعية الفيديو كليب الذي ستظهر به لكننا نلاحظ بشكل عام اعتمادها الإطلالة الناعمة التي تبرز ملامح الوجه وبألوان ترابية وبرونزية في الغالب فكيف تحصلين على مثل هذه الإطلالة؟ تنضب إلينا في الستيديو خبيرة تجميل فاطيمة قندولي فاطيمة ربما كان هناك بالأسبوع الماضي كنت تشابهين حليمة بس هالمرة ما رح تشابهين بلقيس أكيد لأنه هي جميلة خليجة لا تقول إلي جميلة وجمه لها خليجة وعيون عربية وانتهينا لا بدك تشرح إلي اليوم فينا نقول أنه هي بتمثل شريحة كتير كبيرة من البنات الخليجيات بالوطن العربي لأنه في كتير بنات خليجيات صبايا كتير بحبوا الميكوب اللي بتعملوا بلقيس حتى شعرها لأنه هي عطول بتواكب الموضة فيني أقول شغلة كمانا أنه بلقيس لما أجت على الساحة الفنية غيرت شغلات كتير بالمكياج الخليجي لأنه كانوا قبل الصبايا يعتمدوا على الميكوب اللي كتير قوي المحدد دايما برأيهم أنه إذا قووا عيونهم ونحطوا كحل بالعين أسود أكثر تحديد الملامح أكثر بيكون أنه نحضر جيد برافو بس ففيما رسلة الآيلينر لبلقيس هي محددة يعني هو مش بلند لا مش عم نحكي على هيك قبل كان المكياج الخليجي المكياج كتير أسود ومحدد بطريقة مش بلند يعني مش أنه تعت بلند تحت بلند بطريقة يكون كله مدموش ببعضه هي أجيت وعطت فكرة أنه الميكوب فيه يكون قوي وحلو بس بطريقة مش محددة كيف؟ أنا اخترت ميكوب اليوم لبلقيس كتير عجبني هو قوي شوي بس بطريقة بيانتها حلوة والعيون بيانوا برزين فيها أكتر يبصراها حلوة في كل الميكوب اللي بتعمله هيدا الميكوب اللي اخترته اليوم هذا المكياج اللي اشتغلتي على أساس اللون الأسود اللون بالنسبة لي أحمر الشفاة يكون غامق بس أنا اخترت هيدا اللوك لحتى أرجيكم أنه فينا نعمل مكياج قوي بس ما يكون لما حدا يشوفك ينصدم فيك يعني يكون حلو وخفيف طبعا يكون متناسق يعني متناسق طيب تمي سموكي هيدا السموكي بس هون اخترت اللون فينا نقول الرمادة وفيه كمانا شوية على موف عرفت كيف لحتى ما كتير يكون غامق فوق العين ويضرب على الصمارة على لون جري فوق العين هليني تكلم عن كريم الأساس في البداية الكريم الأساس أكيد هي لأن بشرتها صمرة المفروض تاخد اللون اللي بناسب بشرتها ويمكن تاخده أفتح بدرجة واحدة عشان الإضاءة يكون أكتر جلوي أكتر على وجه في عنا هوني كمانا اخترت الأسود بقلب العين كنت هون حاطة أسود بقلب عينها الجريلة على موف من فوق وأنا بس في شغلك لو أنا كنت أنا عم بعمل هيدا الماكياج تحت تمه ما بحط هيدا اللون على التم اللي حاطته أحمر صارخ أحمد الصارخ لا مو أحمد أحمر الصارخ لأنه لأنه العيون الشوي غامقين المفروض يكون التم أفتح يمكن كان للمسا يختلف حتى لو المسا حتى لو المسا بتضل فيه هيك هيدا البراءة والنعمية بتضل أكتر هلأ هوني في كتير أنا ما بحب اللون الأحمر لا هو خلينا مش أنت ما تحبينا أنا ما بحبه إذا كانت حاطة هيدا الماكياج هي عملية عملية توازم ما بين العين وما بين أيضا الأحمر الشفاء بالضبط لأنه إذا كانت العين غامقة ما فيك تحط غامقة على تمك لأنه بصير لازم تكسرينها لازم توازم لازم توازم عجل تبين الوحدة صوفت أكتر وإذا كان مثلا إحنا ما نشوف الفستان اللابستة إذا كان الفستان غامق كمان تحط غامق وحمرة غامقة أو عيون غامقين أو أطيب إذا كان فاتح الفستان إذا كان فاتح وحتى آي لينر فوق عينة بسيط مع رموش بسيطة فيها تحط غامق على تمك بيطلع حلو كمان هاي الصورة هي حتى رموش تحت؟ هي حتى رموش تحت عيونها ورمش كامل فوق العين كتير سميك كمان بس هي في الأغلب بتعتمد على الرموش ولا رموشها حلوة؟ لا هي بتعتمد على الرموش وبتعتمد على عدسات العيون على طول يعني أنا بحس أنه بلقيس لو بقيت على لون عيونها بتضل الجمال الخليجي اللي فيها محافظ عليه أكتر بتبين هيدا الجاذبية أكتر هي ترد عليك ماذا ما لنا شغل إحنا حتى لا تكون نميمة أوك طيب لكن أيضا يعني بلقيس كيف وصلت إلى المكياج هذا؟ خلينا نكمل بقية الخطوات انت قلتي أنا ما حط هلا أنا لو أنا كنت عم بحط هيدا الميكوب العيون كتير حلوين أوكي بس أنا لأنه العيون غامقة بفضل أنه ينحط على التم لون أفتح من هيك طيب لرموش بهذه الطريقة أو لأخا لرموش أوكي حلوين هلأ هي ما تنسى كمان عيونها كبار بيحملوا أنه تحط رموش بيحملوا أنه تغمق فوق العين لأنه إذا كانت العيون صغيرة ما فيك تعمل السموكي الغامق على كل العين هايلايت هي بتعتمدوا كتير في الإطلالات بإطلالاتة يعني ما شاء الله لأنه عيون كبار فيك تحط آيلاينر فيها تحط سموكي كل الهايلايت الأكيد هلأ حسب كمان هلأ كمان إذا كانت الوحدة كتير حتى أي شادو أنه غلوي فوق العيون ما فيك كمان تحطي كمان شايني على الوجه لأنه بيطلع كتير الوجه عم بيلمع بس يفوت بس يفوت الواحد يعني على تفوت على الحفلة بيطلع كلها ملمعة لا أكيد لا والحواجب الحواجب هي كمان محافظة كتير على حواجبها وحواجبها عريضة مش تتو لا أمانو تتو أبدا بتعلمون ويعني بيبرزوا لعيونها أكتر طيب فاطيمة قدولي شكرا جزيلا لك تحدثنا عن مكياج بلقيس وأنا متوقع أنه بلقيس رح ترد عليه شب تغريدة أو بس تاب شوف وحنا ملناش دعوة شكرا جزيلا طيب كان سألنا التفاعلي اليوم كان من هي الممثلة هناك بالضبط أنا طلبت صورة لشافية بدراع الجزائرية وهذه هي صورة شافية بدراع الجزائرية شكرا جزيلا لك على تفاعلي شكرا جزيلا لك أعتقد عبد العزيز شكرا لك الآن موجز إخباري معني كل تحية للجزائريين وكل الفنانين شكرا جزيلا لك